تعالى ناخد بعضنا وهنطلع على تقرير مهم جدا التقرير ده بيتناول القاتي النهاردة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية لقوات المسلحة المصرية من عندي العظيمة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة طيب البحث ده يا سادة يا كرام بيجي في إطار خطة الأنشطة البحثية وهي خطة بالمناسبة مليئة للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023 طبعا ده كان بحضور سيادة الفريق أسامة عسكر الرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وأيضا قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية عدد كبير أيضا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين أنا أنصحك بإخلاص شديد شوف التقرير ده هيفرق معك كتير وبعدين هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين وألقى لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريقي مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر لقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل المعنوي والنفسي للقوات المسلحة مشيرا إلى أن أهمية هذا البحث تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة شارك في إعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسية والاجتماعية وانتهى البحث بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير الشخصية العسكرية بما يواكب كافة المتغيرات والتحديات وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مقدما الشكر لإدارة الشؤون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث كما أكد على حرص القوات المسلحة على الاستفادة القصوى بأحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات والعلوم للارتقاء بالشخصية العسكرية بما يمكنها من تعظيم المردود الإيجابي خلال التفاعل المجتمعي واستمع القائد العام للقوات المسلحة لأراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية مشيدا بما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري